يعني انت قلتلي برضو قبل الهوى يا دكتور ان احنا جهاز الـ TMS ده ممكن نستخدمه في علاج التوحد تمام في سني كان بقى بنستخدمه وبنستخدمه ازاي وبيجيب نتائج شكلها ايه طبعا انا قلت الكلام اللي هقوله الحضرين دلوقتي في امريكا ممكن يقيم علي الحد احنا كان اصغر ولد ابتدينا معاه كان سنتين ونص سنتين ونص الجهاز ده في امريكا للأسف عليه زي افلة كده هوت بيقوله من 18 ل 60 طب انت عندك فيه ناس كبيرة محتاجة فوق ال 60 دلوقتي ابتدوا ياخدوا ايه مفقات مبدئية اللي هما نعالج الناس الكبيرة بس امريكا بتتخوف حاجات فالسن الصغير بيقولك ما تعملهاش مع ان فيه طريق خلفي في امريكا وانا سافرت الامريكا عشان كده عشان اعرف ايه هما ايه بيفكروا ازاي الطريق الخلفي اللي انت ممكن تعمل اي حاجة تحت مظلة الريسيرتش او اللي انت بتعمل بحث فابتدوا يعملوا سن الزغير يعني دلوقتي هما وصلوا للشباب سنة 14-12 احنا احنا بدين الكلام ده في 2011 احنا سابقنهم هما بتدوا يعملوا الكلام ده بعد العشرينيات احنا سابقنهم 15 سنة احنا متقدمين على امريكا او 10 سنين اه متقدمين على امريكا ده عشان حقيقة عندك انتماء لمصر طبعا جامد جدا يعني مكتوب طبعا من فوق لو برضو استاذنا المخرج يقرب شوية مكتوب دكتور عادل مرعي نيورو سيكاتري صحي كده تمام وبرين كلينيك مضبوط كده ده ازاي الرسم بتاع المؤتمرات والله انا بتسألك يعني انا دايما دكاتنا ان يجوا عندنا بيبقوا فورمل قوي لابس بقى اللبس كلاسيك لكن حضرتك يعني انا استغربت قوي ان انت جاي تصور باللبس الكاشوال الجميل ده اللي معبر قوي عن مدى انتماءك لمصر ووطنيتك وحبك للبلد رغم انك سافرت امريكا يعني بص حديك حجبت دولي كمان ان احنا متقدمين عن امريكا في الموضوع ده سابقينهم ب15 سنة ودي حاجة جميلة جدا جدا يعني وهدل حديك المسأل احنا كنا بنعالج الوسوس القهري هنا في مصر من 2012-2013 ونشرنا في 2014 تمام الموافقة لعلاج الوسوس القهري في امريكا في 2018 يعني احنا في حاجة واحدة بس اربع سنين وحاجة هم كانوا شغالين عليها طبعا بالنسبة يعني حتى في امريكا بسميني كريزي ايجيبشن ليه؟ عشان فكرة ان انا حط علاجات كتير مع بعض انا مش هترجم كريزي ايجيبشن عن ايه يعني اي 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 انا ممتسم لما بيقولوا يعني لسبب ان احنا بنحط بنعمل حاجات فعلا لغاية يوميني هزا الحالة لحدك شفتها مش فاهمين احنا عملنا ايه مع ان العلم قلت ورتهم العلم يا جماعة العلم بسيط مش صعب مهلا مهلا جزيزي